أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أولا بشكركم على ردود الأفعال الكتيرة جدا اللي حضراتكم بعتنهالي يعني أنا بشكركم جدا جدا لكن ده ده طبيعي يعني إنه يبقى معنا نجومنا وقطلنا على الهواء مباشرة يعني أنا كمان بشكرهم جدا سواء كابتن محمد أو كابتن حمايد وإن شاء الله بعد الكاس إن شاء الله يبقى حياة يعني نعمل إن شاء الله حفلة كبيرة يا رب خلوني أرحب بضفنة والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش زي كابتن محمد الكابتن إسلام زيك الحمد لله تمام أولا طبعا خليني أقولك البقاء قدام لله في وفاة النجم الكبير كابتن هاني مصطفى واحد من النجوم الكبار للنادي الأهلي ومن المدربين الأعظام للنادي الأهلي طبعا البقاء لله وخلص تعزل أسرته مدام مونة وشريف وكريم ومدام جهان طبعا يعني والأستاذ عصام يعني الفقيد غالي جدا علينا كلنا وعلى النادي الأهلي من رموز النادي الأهلي الكبار سواء على مستوى اللعبة طبعا كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب أفريقيا والمدرب الكبير وطبعا يعني حاجة مشرفة كان للنادي الأهلي ووزير مفوض جمع الدول العربية وأنا على واجه الخصوص طبعا يعني كنتم مقربين جدا للكابتن هاني لأنه ضربني في قطاع الناشئين في 17 سنة و19 سنة والحقيقة كمان ضربني في ممتخب ناشئين اللي هو أول ممتخب ناشئين يحرز بطولة إفريقيا اللي رحنا بها كاس عالم عملنا نتاج كاس عالم وصلنا النهايات وخذنا دورة الصين وكذلك بعد كده كمان كان فترة من الفترات مدير كرة في النادي الأهلي فالحقيقة شخصية جميلة وشخصية يعني محبوبة جدا جدا وكان بين من العزة مبارح والنهاردة الحقيقة يعني كابتن خطيب كان حريص ببقى موجود يعني مبارح موجود النهاردة حتى النهاردة في العزة بقول له كابتن مبارح يعني كان كفاية وكده قال لي ما نفعش لازم بقى موجود في كل المنسبات ودعه يعني بالناس كلها يعني البقاء قدوم لله وخالص تعازي أسرة كابتن هاني مصطفى العظيم يعني كابتن هاني واحد من العظام الحقيقة في كرة القدم المصرية ومع النادي الأهلي بقاء قدوم لله سأظل اسمه دائما محفور في وجدان كل أهلاوي وكل مصري محب للاحترام والأدب والأخلاق والشياكة الحقيقة النجم الكبير كابتن هاني مصطفى بقاء قدوم لله يعني خليني أروح مع حضرتك مباشرة لبوتلتين استطاع النادي الأهلي أن يفوز يوم الجمعة بكأس السوبر المحلية بعد مباراة رائعة أمام نادي بيرامد ثم النهاردة طبعا ألف مبروك بصفتك أهلاوي كبير يعني للسوبر الأفريقي لكرة اليد يعني الحقيقة مش عارف يعني أبارك على إيه ولا إيه ولا إيه ما شاء الله ربنا يزيد من الانتصارات ومن البطولات حاجة جميلة جدا جدا بطولات كتير جدا يعني سنة يعني مميزة جدا جدا للنادي الأهلي في بطولات كتير أخدها ألعاب الصلاة 15 بطولة ولسه زي ما نسمعتك هذا الخمس بطولات إن شاء الله خمس بطولات على مستوى طبعا الفريق الكبير كرة القدم واجهة النادي الأهلي ما شاء الله بطولات كتيرة خلال الفترة دي تتحسب طبعا لمجلس الإدارة في رصيده الكبير مجلس الإدارة الحياة في رصيده الكبير بتضاف لي السنة دي كمان بإنجازاتها كبيرة يعني بطولات زي ما قلت كبيرة جدا جدا وماتش لو هنتكلم بقى على البطولة الأخيرة بطولة السوبر يعني يعني الاتنين سوبر السوبر محل نتكلم على الكورة بقى نتكلم على الكورة بقى لا طبعا مباراة كانت قوية جدا سوبر يليق باسم مصر وتاريخ مصر وكرة القدم المصرية الحقيقة يعني فرقتين على مستوى عالي قبل ما هتكلم عن نادي الأهلي لا لازم أشكر نادي برامز على أداء المشرف اللي عملوه وهم طبعا يعني فجأة حصل ظروف أن هم يشاركوا ويشاركوا الحياة في مباراة ببطولة فكان عندهم الطموح وكان عندهم الدفع الكبير أن هم يحرزوا البطولة دي عشان تتحسب لهم كأول بطولة منذ تأسيس النادي بزلوا موجود كبير جدا جدا بس الحقيقة طلع حظهم أنهم بلعبوا النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا ببطولاتك كبيرة وبتاريخه المشرف الكبير وبتخصصه بقى طبعا في مثل هذه المواقف والبطولات دي الحقيقة يعني كان مطش قوي جدا جدا النادي الأهلي مش عايز أقول يعني أتكلم عن لعيبة ولا أتكلم على الجهاز الفني الحقيقة اللي أثبت جدرته سلسلة من الانتصارات طبعا يعني يكفي أن ميستر كولر يعني طبعا إنجازات كبيرة جدا بدون هزيمة عامل ريكورد كبير جدا على مستوى الانتصارات والتهديف وبدون هزيمة خالص سلسلة طبعا مش هنتكلم على البطولة طبعا كاس عالم الأندي لأن ده مستوى تاني وظروف تاني وضع تعني إنما على مستوى طبعا إفريقيا وعلى مستوى الدوري العام وكاس مصر بطولات في فترة ليلة مسك فيها الفريق بيجني سمار تعبو شايفين أعد شخصية النادي الأهلي الكبيرة النادي الأهلي اللقتي بيقدم غير الانصارات بيقدم كرة حلوة جدا جدا يعني بصراحة أضاف للعيبة أنا شافنا أضاف للعيبة كتير قوي فيه لعيبة ابتدت تلمع وشال الغبار من بعض اللاعبين وحرر لعيبة كتير من التقايد بمراكز معينة بقى عنده أكتر من لعيب في مكان واحد ما بقاش أنت الأول مرة بعد ما كنا فترات كبيرة تشكيل سابت وأساسي ولو تصاب حد منهم بتبقى مشكلة للنادي الأهلي لا بالوقت فيه أكتر من لعيب حدش كان يتخيل المطش الأخير أنه غير في مطش زي ده أكتر من لعيب كذا مركز عمل أداء رجولي كبير قوي إعداد النادي الأهلي والفريق بعد المباراة الأخيرة بتاعة إفريقيا عمل إعداد كبير جدا للمباراة دي احترم المنافس وودة للمباراة أهمية كبيرة مباراة واحدة بطولة تحط فيه دولاب النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا بلعب بدوافع كتير أهمها هو دافع التشيرت للعيبة المسكة أو لبسها وطبعا جمهور كبير جدا جدا اللي احنا كنا عايزين أكتر من استاد عشان يتوزع عليه الجمهور ده الحقيقة وشوفنا لما الظروف سمحت أن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي يملى الأستاد احنا كنا شايفين يعني الأستاد عمل إزاي وأعتقد أن لو فيه مساحة أكبر في الأستاد كان الأستاد تتملأ وأستاد تتملأ كمان أنت بتلعب بر مصر في بلد شقيق فما بالك بقى مثلا لو في استاد القاهرة ولا هنا كان الجمهور بقى عامل إزاي كان ممكن يبقى 120 ألف متبرج في استاد القاهرة مبروك طبعا للنادي الأهلي ومبروك لعبة النادي الأهلي بطولة الضفل البطولات مبروك على المستوى العالي اللي ظهر به اللعيبة والروح القتالية واللعب الجميل اللي أسعد الناس كلها وظهور اللعيبة كلها بمستوى كويس وفيه طبعا بعض اللعيبة بقى تفوقوا على نفسهم زي الشناوي وزي مروان عطية ومش أنا مش عارف بالصراحة أقول مين ولا مين لأن الحق كلهم حتى البودل اللي نزلوا برضو قدوا بنفس المستوى والروح يعني ما شاء الله دي حاجة تطمننا كمان على اللي جاي يعني تطمننا على مباراة إن شاء الله بإذن الله الترجل اللي جاية تدينا دفع انتصار بيجيب انتصار ومكسب بيجيب مكسب أداء كمان وأهم حاجة أنا بركز على الأداء لأنه كان أداء قوي وأداء بطولي فتطمننا إن شاء الله على مباراة الترجل اللي جاية وربنا يسهل ويكملها بالخير طبعا المباراة اللي جاية ونحصد بطولة أفريقيا اللي جاية بعد التعصر في البدايات في دور المجموعات وكان فيه بعض الناس بتشكك في قدرات النادي الأهلي إنما شفته النادي الأهلي تغلب على الصعاب وعلى المواقف اللي كان فيها والحمد لله زي ما احنا قلنا قبل كده إن نادي الأهلي مستوى بيزيد بعد دور المجموعات شفنا المباراة اللي فاتت الأفريقيا والدور اللي فات الحقيقة كان على مستوى عالي فإن شاء الله بإذن الله مزيد يعني من البطولات الفترة اللي جاية أعتقد كابتن التدوير اللي كان بيعمله كولر وكان معظم الناس مش موافقة عليه أعتقد له دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي وظهور لعبة النادي الأهلي بهذا الشكل إحنا معظمنا بصراحة كنا غلطانين يعني قلنا لازم نسبب التشكيل والناس ما بتلحقش والناس بتاخد كذا وبتقعد تاني لا هو كان عنده فلسفة والحقيقة الفلسفة دي ظهرت والقصة دي ظهرت ظهرت على الأداء وظهرت أن دلوقتي أي حد بيبعد على الدكة وينزل أو أي حد ما بيكونش موجود الماتش ده وينزل أساس الماتش اللي بعده تحسش بفرق خلص إسلام عن بقية اللعبة رجله في الملعب تحس أنه هو بيلعب على طول عمل توليفة وتبديل وتوفيق وغير في نص الملعب وفي الخط الضهر وفي الخط الفرود بالتحديد يعني محدش كان متوقع فينا خالص التشكيل اللي لايب بيه الماتش الأخير بعد الإجادة في الماتش اللي قابله صحيح فالوضع الطبيعي كله هو هيا سبب التشكيل ويلعب بنفس التشكيل وخصوصا أنه مباراة واحدة يعني إنما لقينا فيه تغيير فيه طبعا تغيير اضطراري طبعا محمود متولي نتيجة لإصابة إنما فيه تغيير في نص الملعب وتغيير في الخط الفرود شفنا تغيير كبير في التشكيلة تحس إن كل مرة بيعمل لنا توليفة منساجمة الحقيقة بتأدي أداء والأروع ماذا التطور اللي حضرتك شايفه في قيادة كولر للفريق هو جرب أكتر من العيب جرب أكتر من طريقة زي مثلا 4-2 أو 4-2-1-3 جرب 4-3-3 اللي هو بيلعب بيها دلوقتي وقعد فترة بالحقيقة بيلعب بيها وهو زي ما تقول استقر على التكتيج ده أو القطة دي بحيث إنه لقى فيها أداء متوازن ما بين الدفاع والهجوم واضطر كمان حتى لما بيلعب من غير صنع ألعاب شفنا 3 ديفندرات بتوع نص الملعب غير من طريقة لعبهم وحرر من بعض تحركات بعض اللعبة فيهم كان قبل كده بيبقى 2 ديفندرات سابتين وقدامهم واحد صنع ألعاب إنما دلوقتي بيلعب بالتلاتة متحركين واحد بيستنى قدام خط الظهر زي مروان عطية وبيلعب بالتنين مثلا حمد فتحي وممكن سولية أو ديونج حد بيتقدم حد بيرجع فوجئنا بالقندوسي بيلعب المباررة الفاتت طبعا حاجة غريبة ما كانش حد متوقعة شايفينه برضو أجاد وكان أكثر من رائل شوال اللي طبعا لعبهم شريف ابتدى بيه مع إيجادة كهرباء قدى للشريف عشان يبقى الاتنين موجودين في الملعب كهرباء منزل كالعادة بيغير الشكل وبيغير الهجوم النادي الأهلي وابقى أكتف قوي على الملعب كل واحد بيبقى لدوره بيبقى لدوره الحقيقة وهو يعني وصل إنه هو فهم اللعيبة كويس قوي أسلام وبقى بياخد بيحاول يطلع من كل لعيب الحاجة اللي هو عايزها في كل مباراة وكل مباراة بيبقى فيه وظائف مختلفة للعيبة يعني بتحس إن في بعض الماتشات سواء بر مصر أو جوه مصر أو دوري أو كاس أو مباراة بتاعة مثلا زي الكاس مباراة واحدة بطولة من مباراة واحدة بيعرف إزاي يعني يوظف اللعيبة ويعمل التشكيل المناسب والطريقة المناسبة اللي هي بتأدي للغرض اللي هو عايزه وبيعرف ياخد إيه من كل ماتش تغيير المنافس أثر على النادي الأهلي من وجهة نظرك سلبيا أم إيجابيا أم لم يؤثد أنا شايفه ما أثرش خالص على فريق النادي الأهلي الفريق النادي الأهلي راح يلعب بطولة من مباراة واحد أيا كان المنافس هو بلعب بتكتيك معين وبطريقة معينة أنا شايف وجود برامدس في النهائي أضاف للنهائي قوة طبعا لأنه ممكن يكون المنافس ظروف الفترات اللي فاتت دون المستوى أقولك أنت ظل مباراة أهلي وزمالك مختلفة بيني بينك برد طبعا أكيد بس برضو هي في الآخر أداء في الملعب طبعا لأ أنا بكلم على اسم أهلي واسم زمالك طبعا بتبقى بطولة زائد بطولة صحيح يعني بطولة السوبر وبطولة المكسب بين القطبين صحيح إنما زي بقولك يمكن دوافع برامدس كانت قوية جدا جدا نادي عشان بطولات نفسه في بطولة يترجم بيها ومن النادي الأهلي ومن النادي الأهلي طبعا طبعا فخصوان النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كذبوا أكتر من مرة سواء في الدورة أو في الكاس أو كده فالحقيقة كان دوافع كبيرة جدا جدا وقدم مباراة قتالية عندهم عزرهم طبعا بعد الإجهاد نتيجة لأنهم اتفاجئوا بالماتشو جايين من مباراة إفريقيا وكده بس طبعا الدوافع زائدة عندهم بعد خروجهم من إفريقيا وشبه طبعا بطولة الدوري يعني إلى حد ما راحة لبيتها أو مكانها الأساسي فهو ما قدموش إلا المباراة دي والبطولة دي من مباراة واحدة فمن هنا كانت الدوافع عشان كده لاحزنا الاسترس والضغط الجامد اللي كان على اللعيبة اللي تمثل في بعض النرفزة والعصبية من بعض اللعيبة بنشوفها كتير على فكرة في مباراة كثيرة جدا وكانت قريب في مباراة أرسنل ومنشستر سيتي على ما أتذكر وكانت أصعب من اللي احنا شفناها دالك طبيعي أسلام في مباراة في بطولة كبيرة خال انت بتلعب 90 دقيقة أو 120 دقيقة وضربات جزاء بتاخد بطولة تتحسب لك في التاريخ فلازم تبقى عصبي وعايز ومحتاج ان انت يعني تقرب من البطولة وخصوها ان هم كانوا قريبين في بعض فترات المباراة وقدوا أداء كويس فكان نفسهم عشان كده طبعا وراحوا لجون وراحوا لجون عشان كده الزعل والحزن اللي كان على بعض اللعيبة بتاعت بيرمز بعض الماتش طبعا يستاهل طبعا الزعل والحزن إنما في المقابل زي ما بقولك النادي الأهلي ما بيهزرش ناوي زي ما بقولك على كل البطولات ما بيدخل في أي مسابقة لازم بيعينه على المركز الأول وعلى البطولة بيسنده جمهور كبير جدا جدا ما كانش ينفع الجمهور الكبير قوي اللي مالة اللي استاد في الإمارات إنه هو ما يفرحش الفرحة اللي احنا شفناها يعني طيب كابتن حشيش كسبنا بالحمد لله ربنا كرمنا مبسوطين سعداء التغيرة بقى من الفرحة والسعادة وكذا وكذا للمباراة القادمة أو التفكير فيه الدول قبل النهائي لدورة أبطال إفريقيا انت عارف إن هذا الأهلي عامل زي اللي بدخل فيه دش سائع وسخن سائع وسخن سائع وسخن انت ما بقيتش لأن طبعا التنقل ما بين البطولات المختلفة دي بيبقى كل واحد بكونسبت معين وتفكير معين وهدف معين فدي يعني إجادة الحقيقة من الجهاز الفني قبل اللعبين إنه هو يقدر يجهز اللعيبة للبطولة أو للمباراة اللي انت رايحها سواء في بطولة دوري بقى هداف معينة ممكن تكون بريح فيها شوية فبيبقى لها طبع خاص مباراة إفريقيا في بطولة إفريقيا قصة تانية مع فرق كبيرة جدا لها تاريخ كبير جدا جدا مباراة في السوبر بطولة من مباراة واحدة برة مصر فمختلفة جدا جدا إنما النادي الأهلي بيعرف يفصل بين البطولات وبينسى زي ما كولر قال بيفصل خلاص هو كمان خلاص بقى متعايش مع النادي الأهلي وفاهم النادي الأهلي وفاهم احتياجات النادي الأهلي يمكن لما جيه في الأول كان لسه برضو مفهمش لسه ما شافش جمهور النادي الأهلي هو بيسمع على السمع لأن من خلال بطولة الدوري مفيش كان جمهور أو لما بيجي خمس تلاف واحد فبرضو غير ما بيشوف في مباراة بقى أفريقيا شاف الكام الكبير ابتدى بقى شوف جمهور النادي الأهلي على حقيقته يعني وشاف حتى بره مصر حتى لو ما كانش متوقع لا هو شاف جمهور النادي الأهلي بره مصر كمان لا يقل عن جمهور النادي الأهلي جوه مصر فهو الحقيقة خلاص فهم النادي الأهلي وفهم ان الجمهور النادي الأهلي هو مش خلاص خد بكاس السوبر إنما نسينا بالرغم إنها لسه ما يعني لسه طازة إنما إحنا نسينا ودخلنا على تحدي كبير مع منافس له تاريخ ولو بطولات كبيرة وإسم كبير في القارة ومبرأة ولانية على أرض الخصم مع فريق كبير أكيد فصل بيبتدي دلوقتي طبعا هو يجهز اللعيبة للبطولة الأفريقية لمباراة البطولة الأفريقية اللي هي إن شاء الله بإذن الله توصلنا للنهائي وتوصلنا إن شاء الله للبطولة هيبتدي بقى طبعا تجهيز الفني مهم جدا جدا والتجهيز النفسي مهم جدا جدا للمباراة دي لأن أعتقد إن هو فهم اللعيبة كويس قوي واللعيبة فهمة كولر عايز إيه بالزبط كل واحد ابتدى يعرف الراجل ده عايز منه إيه في إمتى وإزاي فهو الفترة اللي جاية دي طبعا لأنه هيبقى فيه طبعا صفر وحيبقى فيه برضو تعب وكده فمحتاجة توليفة الحقيقة ما بين الإعداد النفسي والبدني والخططي وإن شاء الله ربنا أوفقهم يعني كابتن حشيش برضو قبل ما أطلع للتقرير أهم من السنيني عن الموسم الفنيا عن الموسم السادق هو يعني الحمد لله الجهزية البدنية يعني تقريبا كل اللعيبة بستثناء طبعا اللي هو بيجيله إصابة وبيرجع وأنا بشيد هنا بالجهاز طبعا الطبي الحقيقة يعني عمل دور كويس الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت الإعداد لكن برضو بيبقى فيه أعتقد بيبقى دور مهم للمعد البدني مليون في المية يعني الراجل متفوق وحاسين أن اللعيبة في ظل إذا بقولك تلاحق المباريات أيوة الكتيرة دي اللي هي كانت موجودة السنة اللي فاتت بس كنا ضغط المباريات لحد ما دلوقتي قدرنا نحس ما نحسش قوي بدغط المباريات نتيجة ما مجاتش اعتباطا يعني أكيد لتجهيز وإعداد بدني واستشفى كويس قوي من الراجل بتاع طبعا الأحمال وزي ما بقولك اختلاف المباريات واختلاف يعني أنت على طول في سفر خلال الفترة اللي فاتت دي أنت بتقعدش في مصر كتير أنت بتسافر على طول إفريقيا وبتسافر هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا فمبارات متلاحقة وأجواء مختلفة أجواء أفريقيا وجو أفريقيا وملاعب أفريقيا وسطايل أفريقيا غير مثلا مبارزة السوبر في الإمارات وملاعب مختلفة وجو مختلف كل ده برضو اللعيبة يعني الحمد لله تأقلمت عليه وشفنا النتائج تحسش أن النادي الأهلي كان بلعب بره مصر الحياة المباراة اللي فاتت برضو المباراة الأفريقية ابتدى خلاص اللعيبة اقتفوق بعض اللعيبة الحمد لله نورت بقالها فترة ما كانتش بالمستوات دي يعني لو هنكلم على حسين الشحاد فأحسن حالته الفترة دي حمد فتح هايل مروان عطية الوافد الجديد الرجل بيقدمه مش للنادي الأهلي بقدمه المنتخب مصر يعني حط رجله إن شاء الله بإذن الله المنتخب مصر وعن جدارة يعني يتحط ويتحط حوله ناس تانية شايفين ياسر إبراهيم من ما نزل ساش الموتش اللي قبل الفات كان عالمي حاجة محمد هاني لما رجع بعد ما أكرم اتصاب حسنا إن هو ما شاء الله ماشي بالمستوى بتاعه في أحسن وقت علي معلول السن الكبير اللي ما تحسش إنه هو كبير تحس إنه زي زي اللعبة التانية اللي موجودة يعني فيه فرق في السن بينه وبين بعض اللعبة اللي بتلعب جنبه كبير إنه ما تحسش بالكلام ده وعليه ضغوط كبيرة جدا جدا وتماسك وتركيز جدا شوفنا تركيزه في ضربة الجزاء اللي جابها دي ما بيجيش من فراغ بيبقى واحد واقف على رجليه مركز كويس قوي تحس إنه هو فاي لأن اللعب لما بيكون تعبان ممكن يغلط في باصة ممكن يبقاش مركز في ضربة جزاء فهو الحقيقة فيه لعبة كتير اترفعت الحقيقة ولسه الناس اللي ما خدتش هتاخد بيرستاو اللي كانت الناس بتقول بيرستاو والراجل وخلاص وإحنا والدنيا وبتاع خلال الفترة اللي فاتت دلوقتي بقى ماشاء الله يعني وصل لمستوات كويسة وبقى رئى للنادي الأهلي من ناحية المين وراجل عنده كرة وحريف وعنده الحتة الدفاعية التزام اللعبة كلها بالواجبات الدفاعية اللي كانت يمكن نقصة كان عندنا في الشق الدفاعي فيه بعض الخلل شوية لا ما بقاش بقى فيه توازن ما بين الناحية الدفاعية والسرعة كمان الرتم الرتم تدى يعني يبقى سريع شفنا أول ربع ساعة إسلام في مباراة بيرامدز شفت الوان تاتش عاملة زي في نص الملعب مع الضغط القوي اللي كان بيعمله بيرامدز ومع ذلك اللعبة سبتة وعندها الثقة أنها تنقل وتتحرك وتروح للجون بقى فيه تنوع في الأداء كمان بقيتش تلعب بس من الأطراف بقى فيه اختراق من النص بقى فيه كله زي ما أنت بتقول تحت الكرة والمسافات الكرة بتتلعب بلونج بس في الحتة الفاضية يعني فيه تنوع شفنا الماتش اللي فات الكرة السابتة بقى فيه تريكات بتتعمل كرة اللي هتتشاطت لعبت اللي بيرستها ورحاتتها شيب باس بس طلعت طويلة شوية يعني فيه سنة بقى النادي الأهلي كمان كان عنده مشكلة سواء في النحية الدفاعية أو الهجومية في الكور العالية بقى دلوقتي متراتبين صح في منطقة الجزاء سواء اللي علينا أو الحتة الهجومية بقى تستغل الحتة الهجومية بقى فيه تنوع كمان في الكور الكورات اللي هي العرضية كورنر تلعب على العرضة القريبة عشان يعني علي معلول اللعبة عشان تتزعى شوفنا جون محمود متولي في واحدة من الوحدات شوفنا عبد المنعم طالع يجيب جون في يعني يعني أصد فيه تنوع كبير جدا وهي دي كرة كرة يازم تسغل كل المفاتيح اللي عندك وتاخد من اللعبة أقصى حاجة عندها سواء النحي الدفعية أو النحي الهجومية أو النحي المهرية شوفنا لعب جماعة وشوفنا ابتدى فيه لعب كمان فردي في الأوقات اللي انت عايز تبقى فيها حتة فردية شوفنا كمان أحمد عبدالقاد ابتدى يتزبط أداءه يعني تجنب شوية النحي الفردية الناس كانت بتعيب عليه حتة الفردية شوية وانه بيتعطل في الكرة وبأخر هاجمة ابتدى ياخد بالهم الحتة دي وخد يعني الراجل ما بعدوش لا رياحه شوية وزبطه وزبطه ابتدى يلعب ففيه كمان تطور في الأداء على مستوى الفرقة ككل كتيمورك وعلى المستوى الفردي كابتن حشيش برضو مباراة الترجي كيف تنظر لهذه المباراة في ظل هذه الصعوبة احنا دائما حتى بقى في القناة يعني ناس كتيرت تقول لي حسلام أنت يعني ما بتجيبوش ما بتحتفلوش ما جماعة لأ ما هو إحنا لما بيبقى بيوتاح لي من إحنا نحتفل بنحتفل صحيح لكن إحنا زينا زي النادي طبعا عندنا ماتش بعد أسبوع فيبقى عندنا ماتش بعد أسبوع صحيح بالركز عندنا ماتش بعد بكرة فبنركز بالركز فبالتالي كيف تنظر لهذه المباراة قبل نهاية أفريقيا زي بقولك مباراة قوية في أرض المنافس طبعا نحن عارفين يعني الترجل هو باع كبير في بطولات أفريقيا وعنده لعيبة على مستوى مهما كانت الظروف ديربي بينه بين النادي الأهلي دائما في بطولات أفريقيا عنده لعيبة عندها خبرات قوام منتخب تونس من الترجل لعيبة على مستوى كبير عندهم معهم مدرب كبير زي ما قلنا النادي الأهلي بيعرف يكسب إزاي وعنده خبرات النادي التراجي لا يقل عن طبعا النادي الأهلي فيه برضو خبراته وكده المباراة الأولانية عنده على أرضه وعارف أن المباراة التانية رايح للنادي الأهلي فأرضه وما أدرك النادي الأهلي في أرضه ووسط جمهوره طبعا أنا مش عارف طبعا الجمهور هيسمحوله طبعا يبقى موجود ولا لا بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت هناك بغض النظر سواء موجود أو مش موجود النادي الأهلي زي بقولك معا مدرب دلوقتي كلنا ثقة فيه عامل نتائج كويسة بيعرف إزاي ياخد من المباراة اللي هو عايزها إن شاء الله بإذن الله نعمل مباراة كويسة مع الترجي بهدوء أعصاب وبسبات ونقدر زي ما يعني أي فرقة بتلاعب النادي الأهلي أسلام بتبقى دايما عاملة حساب كبير النادي الأهلي وخايفة من النادي الأهلي لأن دايما الناس بتخاف من البطل وبتعمل حساب البطل أي فرقة كانت تتمنى أنها ما تقابلش النادي الأهلي ألا في الآخر خالص فمباراة زي بقولك قوية النادي الأهلي إن شاء الله يبقى فيه تركيز كبير جدا جدا كالعادة يقدر الراجل يحط التشكيل المناسب والطريقة المناسبة للمباراة دي ودلوقتي ما بقاش فيها إسلام زي زمان مباراة الأولاني هناك والتاني عندي حسابة مش هتلعب بجمهور كمان بالضبط كده هناك يعني هناك اللي أنا عايز أقوله لك إن ما بقاش فيه دلوقتي إيه أصلحنا المطش الأولاني إنما التاني عندنا لأ دلوقتي مش حاجة اسمها عندنا وعندي عنده وعندنا دي ما بقتش موجودة أنت بتدخل المطش عايز تكسب عايز تكسب لأن لو دخلت عشان تتعادل أو إنك تعمل أحسن نتيجة لا أنا داخل أكسب والنادي الأهلي كمان قادر إنه يكسب الترجي هناك إيه هي العوامل يا كابتن اللي تساعد على هذا الأمر عوامل الفوز بقى عوامل الفوز الثقة بالنفس الكبيرة إن أنت رايح تكسب الترجي هناك في أرضه أنت عملت الكلام ده أكتر من مرة مش حاجة جديدة عملت الكلام ده أكتر من مرة مع الترجي وفيه لعيبة موجودة لابت قدام الترجي قبل كده في رادس وفي تونس فأنت كان في جمهور أنت عندك دلوقتي كمان يعني أنت إحنا كجمهور الحقيقة بنقعد دلوقتي قدام المباريات متفرج حاسين بشخصية النادي الأهلي وعندنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي والثقة دي وصلة للعيبة إن دلوقتي الجمهور بيصق فيكو وبيصق في قدراتكو وبيصق في المدرب بتاعكو وفي الجهاز بتاعكو فأنتوا قادرين أن تطلعوا بنتيجة كويسة جدا إيجابية هناك تسهلوا على نفسكم مباراة العودة وإن شاء الله دايما النادي الأهلي آه دي محطة إنما أنا عارف النادي الأهلي حاطت إن شاء الله هدفه الأساسي إنه تخطى العقبة دي وبص لنهاي أفريقيا طبعا الكلام ده بقاش بي أو التحيي الكلام ده بقاش بجرد كلام بس لا تنفيذ وتركيز وأي لعيب النهاردة خلص خلاص المباراة اللي فاتت وبدأ أكيد كل واحد فيهم بيركز في المباراة اللي جاية وبيبقى عنده الطموح إنه يبقى موجود في أرض الملعب عشان يشارك فرقته فيه إن شاء الله بإذن الله تخطي العقبة دي فنتمنى لهم كلهم التوفيق يعني أخيرا أنا كابتن توقعاتك الفنية للتوقعات تمام لمباراة الأهلي والتراجي هتبقى لماذا أنا بدأت بمبادري أرسل على مباراة الأهلي والتراجي ولكن لازم نعمل كذا المباراة هتبقى طبعا قوية زي الاسم حتى لو ما فيش جمهور حتى لو ما فيش جمهور طبعا طبعا الجمهور بيبقى يعني عامل كبير قوي لأصحاب الأرض لما نقدرش جمهور التراجي أنا لعبت في تونس زي ما انت عارف وعارف جمهور التراجي هناك زي الأهلي هنا أكبر جمهور في تونس بيشجعوا بحماس وقوة فالحقيقة هم هيفقدوا يعني عنصر مهم جدا من العناصر بتاعتهم لو النادي الأهلي استغل الحتة دي ازاي يستغلها من الضغط من البداية لازم أحسس الفرقة أن أنا بجاي لعب على أرضك أنا جايك سابق على أرضك من بداية لأن اللي بيسند اللعيبة وبرجع اللعيبة للمباراة هو الجمهور وحماس الجمهور فأنت أكيد كل واحد فيهم نازل ونقص حاجة معينة في النفسية وفي الاستعداد النفسي هو نقص أنه بلعب من غير جمهوره الضغط بتاع النادي الأهلي من البداية لما حسسك أن أنا جاي أكسبك وأنا لسه أواخد السوبر المصري وشافوا واتفرجوا عليه وشافوا واتفرجوا عليه وشافوا قدرات اللعيبة وفوقان اللعيبة وبعدين في حاجة كمان ببقش الناس اللي بتقابلك دلوقتي مش عارفين التشكيل بتاعك مين اللي يلعب وإيه وإزاي وكام وفين وليه ده يفرق طبعا طبعا يفرق كثير أو غير أنك بتلعب استنبن تحافظها فأنت بتحط مفاتيح أو بتلعب على النواقص عن الفرق اللي قدامك أو النقاط الضعف أو بتزبط الحتة بتاعت طبعا القوة اللي عندك الإيجابية فالكلام ده كله لازم أنت تستغله بالضغط على نادي الترجي وأنا شايف الحقيقة الترجي خلال الفترات اللي فاتت مش هو ورده الترجي ده فنيا ده شق بس أرجع وأقول أن أي حد بيقابل النادي الأهلي كمان يا كابتن الفرق الكبيرة أنا آسف أن أنا بقاطعك لكن الفرق الكبيرة زي الترجي برضو وجهة نظري دايما حيفضل مهما كانت أموره مهما كانت شكله الفني مهما كان قليل كبير صغير قليل مش عارف إيه في تاريخ أسلام في تاريخ تاريخ لفرقة وبطولات لفرقة وخبرات نادي كبيرة الكلام ده كله يعني ما بقاش كده في الهوى غير نادي لسه بقاله مثلا سنة سنتين تلاتة لا دي خبرات كبيرة جدا وخاضوا أكتر من مرة أكتر من سنة مثل هذه المباريات فهم برضو بغض النظر يمكن يكون عدم وجود الجمهور ده حافز لهم أكتر أن يعوضوا الحتة دي ممكن قوي هي الأندي الكبيرة دايما بتعمل لنفسها حافز على شئ أنا هعوض الحتة ناقص الجماهيري والترجي فريق كبير وزي أنا بقول لك المباراة الأولانية بيبقى عليها عامل كبير جدا هناك عشان أنت جاي تقابل النادي الأهلي في القاهرة صحيح فانت دي ممكن تكون عوامل إضافية تخليه أنه هو عشان كده أنت ممكن تكسر الكلام ده بضغطك الجامد والتمسك بتاعك والاستحواز وتحس أنك فرقة قوية بتلعبك بتهد أي فرقة قدامك وفي النهاية برضو أنت هتلعب الترجي في النهاية أنت هتلعب طبعا الترجي بجمهور بغير جمهور فهي تشارت الترجي صحيح صاحب البطولات صاحب البطولات وواحد من أهم وأكبر الأندية الإفريقية كابتل حشيش أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وألف ومبروك طبعا ألف ومبروك ليك والجميع الأهلوية وإن شاء الله دائما في انتصارات وأنا الحقيقة مبسوط إن أنا كان النهار ده جيت في يوم مليء بالبطولات طبعا بنتأذر لك والسوبر وقعد برة مستمتع بيك طبعا وبحييك على إنك استضافت لعيبة الهد من الملعب يجولك هنا برغم إن المج خلص الحقيقة متأخر أكيد أسعدت جمهور النادي الأهلي اللي بتفرج على طبعا البطولات والكؤوس اللي هي محطوطة طبعا قدامنا دي اللي أنا حتصور معها أنا وإنت بعد ما نتخلص أكيد سلامك شرف لينا يا كابتل طبعا أنا بشكرك جدا يا كابتل حشيش أنا وجودك معنا شكرا جزيلا ألف ومبروك لكل هذه البطولات شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل فقراتنا أيمان جيلبرتو وصابري سراج في ضيافة البيت الكريم